داك شهر يغفل عنه الناس بين رجب و رمضى احنا مشكلة غفلين في رجب غفلين في شعبان غفلين في رمضان غفلين في الصيف هاد الغفلة مستمرة والغفلة هي نوم القلب الغفلة نوم القلب وعذم يقاضة الانسان قلبه مئة ناس شفك سيداء وما تتحرك فيه ولو صلى على جنازة ما تتحرك فيه ولو قرأ قرآن ما تتحرك فيه ولو تشوفوا لادو غادين منحارفين ما تتحرك فيه ولو زجده من حارفة ما تتحرك فيه ولو تشوف رسه تشيب وتكبر مئة له القلب ما بقى تتأثر لا يتأثر لا بالخير ولا بالشر كي يعصي الله وكي يدينه ما عسمك يتحرك فيه ولو الله تبارك وتعالى يقول ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وش ما زال موصوش الوقت لغادي ننزل القرآن بصدق يا يحيى أخوذي الكتابة بقوة ألم يأني الأوان أن نعكف على هذه المصاحف لأن النبسة الليلة ماذا كان عنده حين بعد كانت عنده آيات قرآنية يقرأوها الصحابة ويرتلونها قدروها وعظموها فحكموا العالم ما كان عنده لا سلاح لا لأن النبسة كان مجموعة من الصحابة لا أرقم بنو أبي الأرقم يا كنت سمعون ما حال في عمره 17 سنة؟ 16 سنة؟ وفاتح بيته للدعوة في مكة دار الأرقم بنو أبي الأرقم شاب من شوبان مكة كنت جميع عنده الصحابة صحاب كنت هذا الأرقم بنو أبي الأرقم شي واحد 17 سنة؟ 16 سنة؟ أبنو أمور في غزوة بدر 14 سنة؟ وردوه النبسة السلام ليسي غاري سيني؟ معاذ ومعودي بنين عفراء بنو أبنو عباس مات النبسة أمور عمره كام 13 سنة؟ هذا بقى 13 سنة بقى يدلكوش؟ بقى معلق دالاء بقيت دلع وقال لي تعظيم الكتاب تعظيم الشرع أم أنس بنو ملك كانوا ترضيعه وتلقينه وشهادة التوحيد تيرضع وتسمع لا إله إلا الله محمد يقول لك أتردعو وتغني لي بلا ما نقول لك ما في ميت تغنيه بس دولة